نتائج التوصيات هذه المرة عند الرئيس الإسرائيلي تسحاك هرتسوغ والتي ستفضي كما تشير التوقعات لتكليف بن يمين تنياهو بمهمة تشكيل الحكومة ليست بمفاجئة خاصة بعد أن بذل الأخير جهودا حثيثة لتحقيق نتائج الانتخابات التي حسمت بصعود اليمين المتطرف إلى الحكم وعلى الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة حول شخصية إتمر بنكفير المتطرفة من جانب دول العالم وتخوفهم لس فقط من سابقة دخوله الحكومة كشريك فحسب بل كوزير للأمن الداخلي حقيقة يرى فيها مراقبون وصم تعار على الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل هذه الحكومة ستبدأ عملها في اللحظة التي سيتم الإعلام فيها عن تشكيلها من قبل بن يمين نتنياهو وبالطبع ستكون حكومة كثيرة الغزراء أكثر من 30 وزيرا وهذا يعني أن هذه الحكومة ستستمر لمدة أربع سنوات على الأقل عمليا ما ينتظر المجتمع العربي وأعضاء الكنيسة العرب يعني خاصة في الكنيسة أعضاء الكنيسة العرب لم يبقى لهم شيء سوى الصراخ وتقديم الإختراحات ومحاولات لفضح سياسة هذه الحكومة من داخل الكنيسة أنا لا أعتقد أن المجتمع العربي سيكون عليه أي تغيير على الأقل في السنة الأولى لأن هذه الحكومة حكومة اليمين الفاشي العالم كله ينظر إليها بنظرة الشكوك والشك فيها خاصة وأن بن كفير هو جزء منها والولايات المتحدة يعني حضرت بن يمين نتنياهو من تعيين بن كفير وزيرا في حكومته جولة التوصيات وعلى الرغم من غياب المفاجآت عنها سجلت بعض الأحزاب فيها مواقف سياسية كما فعل حزب الليكود الذي أكد نوياه بالسعي نحو سن قانون يرجح كفة الكنيسة على كفة المحكمة العليا في القضايا الشائكة أمر يقلق بجدية بعض الحقوقيين منذ العام 1992 وبعد تشريع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته أي منذ حوالي 30 عام المحكمة العليا أقرأت أن لها صلاحية بإلغاء قوانين تصدر عن الكنيسة إذا كانت هذه القوانين تتناقض وقانون أساس كرامة الإنسان وحريته بمعنى أن المحكمة قالت أن لديها الكلمة الأخيرة في قضايا أساسية والآن اليمين واليمين المتطرف يريد أن يغير المعادلة اليمين المتطرف يريد أن تكون الكلمة الأخيرة للكنيسة بمعنى للإتلاف الحكومي وهذا بالطبع يلغي فرصة وإمكانية إلغاء قوانين تمس بحقوق الإنسان مما يعطي اليمين فرصة عمليا للسيطرة إذا ما تم فعلا إلغاء صلاحية المحكمة العليا بالتدخل فهذا بلا شك تراجع خطير على مستوى حماية حقوق الإنسان وعلى مستوى إمكانية أن نلتمس إلى المحكمة العليا في قضايا تمس بالحق في المسواة وتمس في مكانة العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل خلاف اليمين مع نفسه حول شخص بن يمين نتنياهو قاد إسرائيل إلى خمس جولات انتخابية بينما إصرار نتنياهو بعدم التنازل عن كرسي الحكم قاد البلاد إلى ما يسميه كثيرون بالهوية السياسية التي تضرب بعرض الحائط المجتمع العربي واحتياجاته ومستقبله كما يؤكد المحللون ترجمة نانسي قنقر